حسام عبد المجيد حضر اليوم التالي إلى المران وتدرب بشكل منفرد فيما تجاه له الكابتن عبد الواحد السيد اجتمع حسام عبد المجيد مع أسوريو لفترة طويلة وتقدم باعتدار عما بدر منه وقال له وجهة النظر قال له ان انتهز الفرصة وذهب لزيارة والدته خاصة أنه لم يرها منذ فترة لارتباطاته مع المنتخب ومع الزمارك الجهاز الفني بالتنسيق مع مدير الكرة هدد حسام عبد المجيد باستبعاده نهائيا من الفريق وتجميده لنهاية الموسم حالة تكرار الموقف فيما يرى اللاعب من جانب آخر انه كان بر القيمة مش كان بديل ولم عارف كده مشي لكن في الآخر أكد أنه لم يقصد الإساءة إلى نادي الزمالك ونزل ستوري بعدها بيقول فيه لجمهور الزمالك انه أبدا لن يتطاول على نادي الزمالك موسيقى